شيفر منظر اخترنا ولا احنا قلنا انه نحب ونبدأ الأسبوع متاعنا بأخبار بي لكن ساعة زادة فما مواضيع مهمنا يلزمنا نطرحوها ونناقشوها خطر ظواهر كيف من هذه يلزمها ببرشة نقاش يلزمها الإعليم يهتم بيها وعليش لي يلقى لها حل مهمتنا لليوم شيفر لليوم اخترنا 2600 طفل حرقوا إلى إيطاليا خلال سنة 2022 2600 صغير وصلوا للسواحل الإيطالية من جن في 2022 حتى التوامشي وفي لي نسميهم احنا في الأعليم قوارب الموت نحكيو على صغار من رضع وصولا إلى أطفال متتجاوزش أعمارهم في منتشن سنة خلينا نعملوا ساعة في البداية مقارنة مع عام نيول الأرقام سنة الفارتة كانت 1900 طفل وسنة يزيد وصلوا 2600 صغير طبعا صغارة هما ممشيوش مرفوقين ممشيوش واحدهم وممشيو مرفوقين بوالديهم إما الأب والأم عفوا ولا الأب ولا الوالدين زوز خلينا نشوفوا ملا قديش من امرأة مشيت العدد هو ستمية واربعين امرأة ركبت في قوارب الموت خلال 2022 وتقديرات بمهاجرة أكثر من خمسمائة عائلة طبعا منظر ظهيرة حرقة صغار هذه ما كانتش برشة موجودة لكن توزيدت وبكثرة والأرقام متأكد هذا غلطت شكون منظر؟ غلطت غلطت الكل غلطت الناس الكل لأطراف الكل غلطت الجانب الاتصالي يزم قولوا بكل صراحة أنه الناس ماشي على أساس فما الدغادو أنه فما جنة ما فما جنة وراء البحار في أوروبا نفس الأزمة بدرجات مختلفة لكن في أوروبا فما أزمة في أوروبا فما بطالة في أوروبا فما طلبة ذخم في أوروبا سطورات الصفراء رجعوا للتحرك عنا مشكلة تنمية داخل الجمهورية وفي الأحياء الشعبية وبسيفة عامة عنا مشكلة تنمية عنا مشكلة خلق الثروة عنا مشكلة الانتصاب لحساب الخاص أنه إنسان شجعوه يعمل المشروع عنا مشكلة تصور لعملية الانتشال الاجتماعي نحكي على الانتشال الاجتماعي إنسان يفقد الثقة ويكون حتى وولايا للظهرة جديدة أنه يكون عنده وضع اجتماعي ويشتغل ويغادر هو وأسرته ويمشي في اتجاه المجاسفة بالحياة يعني هذه مسألة قمة في اليأس ينزم جانب اتصالي زد كذلك أنه حلولنا في تونس أنه في إمكاننا نكون أفضل في تونس أنت منظر سمحني حكيت على اليأس لكن وقت اللي نحكيه على أم التغامر بصغيرها يبدأ بي بي بالطريقة هذيك كيفش عطاها قلبها لحقيقة هذا الكل يأس ما نعرش ممكن والله أنا شوف وقت اللي نشوف وهذا يدخلنا في مواضيع أخرى شوف نحن في مجتمع متفرجة مجتمع جديد مجتمع الصورة مجتمع الاستهلاك والوفرة في مستوى الصورة على الأقل هذا يمارس عنف كبير راو على الفرد الفرد وقت يشوف روحه عاجز على أنه يفي بحاجيات ولده ولده طالب أشياء يحب يقرئه في أحسن مدارس يلبسه أحسن لباس ويلقى نفسه يزمن ثقافة جديدة لمواجهة الأزمة الحقيقة هذا يجانب بالمدرسة ودور المدرسة والإعلام والاتصال لكن هذا ما يمنعش أنه الحل الجذري في أنه التنمية أنه عندنا مشاريع موجهة للداخل وموجهة للأحياة الشعبية وموجهة للشباب في المقام الأول وتعرف أنت وفاء الشباب قاعد يعاني وقت اللي يبعث مشروع يلقى أكثر من صعوبة وعندنا لوكامت على الستارتاب منتها والنتائج فنتو اللي معروفة وقت النحي ومنظر على معالجة الظهر هذه الحرس الوطني لحقيقة قاعد يقوم بمجهودات كبيرة يحبط تقريبا يوميا في عمليات الهجرة غير النظامية لكن في الأخير الجانب الرادعي وحده عمره مكان حال كي مش حل يزم يفعله دير منتها أنه في آخر الأمر مش يعاود الكرة ويحاول المرة الأولى والثانية إلى ونعرف ونحن وضع زاد مواطنينا في مراكز الإيقاف في إيطاليا وضع مزري ويحتاج إلى تحرك حقوقي لكن يبقى دائما الحل في تونس يجب أن نفكر فيه الحل هذا في سياق تشاركي أخرى منظر ربما نعمل عليها كإشارة صغيرة اليوم فيما ناس قاعد يتم استقطابها عبر صفحات خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي وأعلانات زادة في المواقع التواصل الاجتماعي هذه نقطة استفهم كبيرة كيفية نجم نراقبوا المواقع هذه أكيد فما رقابة ضرورية لمواقع التواصل الاجتماعي يعني شوف نحن طرحة المسألة في علاقة بالشائعات والأخبار الزائفة في علاقة بالثلبو لكن كذلك بالنسبة للمواقع خطيرة وخطيرة جدا تنجم تسوق للإرهاب تنجم تسوق للتطرف كما الشبكات المرتبطة بالمافيا يعني شوف يعني الاتجار بالبشر أصبح الآن حقيقة ملموسة قبل أن نسمعوا للتجار بالبشر نذكروا ديما الكميرس ترانجولير ولا ترات فرم تويلة دينوار في أفريقيا وأمريكيا يعني جانب تاريخه وكانوا بعيد علينا لا الآن أصبح ممكن راهوا يزمن يفهموا مواطنين أنوا عايشين في عالم خطير وكالصغار والناس يمشي وحدهم راهوا فيما ترافيق دورغان راهي المافيا التاجر في كل شي يزمنا ننتبهوا ودورنا ذلك الأعلم أنه نخلي الناس اتفق تنتبه أنوا راهوا يدانجي فما خطر العملية ما هيش عملية كما يصور ويصوق لها يلا مشكور من ذلك إن هذا لشفر لشفر فاصل صغير ونرجع لكم في برأنتين ترجمة نانسي قنقر